الحديث الرابع الحديث الرابع صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغرر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلهي ودين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع من دعوة لا يشجاب لها ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد في القول والعلم والعمل قد رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري الأوسي رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أو يحنو يجب هذا وهذا لم يحني من أحد ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقع سجودا بعده هذا الحديث أيضا في أحكام الإمامة ومتابعة المأموم للإمام قال عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري طبعا هو أوسي من الأوس رضي الله عنه أيضا كان له صحبة كان له صحبة قيل أنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سابع عشرة سنة قال لحد البراء من الصحابة المشهورين ابن عازم رضي الله عنه قال وهو غير كذوب عبارة وهو غير كذوب المحدثون والباحثون في الإسناد يقولون هل المراد غير كذوب هل الذي قال لها عبد الله بن يزيد في حق البراء أو أن الراوي الذي روى عن عبد الله بن يزيد وهو أبو يسحاق السبيعي هو الذي قال غير كذوب ويقصد عبد الله بن يزيد الخطمي فالمحدثون والمتكلمون على الحديث يعني اختلفوا في من المراد بقوله وهو غير كذوب وعلى جميع الأحوال هذه لا تضر فليس المراد منها تزجية الصحابة والصحابة المزكوين لا 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 يشكله وقلنا أيضا أن عبد الله بن يزيد الصحابة أيضا وهي كان من صغير الصحابة لكنه صحابي والذي ينبغي أن يقال في هذا حينما يقول الصحابة أو حين يقول الراوي في من حدث عنه أنه غير كذوب لا يعني أنه يعني احتمال أن يكون كذوبا ولا سيما في حق الصحابة الصحابة لضمان الله عنها عليهم كلهم عدول وهذا هو مثل أهل السنة والجماعة ولا شك وهذا هو الحق لكن المقصود أن عبارات غير كذوب بمعنى أن نفي الصفات السلبية عن المتحدث عنه لا إلا إشكال فيها ولا يعني أن هذا نقصا أن في هذا نقصا ولهذا يعني علي رضي الله عنه كان يقول عن نفسه والله ما كذبت ولا كذبت يعني ولا كذبت ولا كذبت يعني لم يحدثني يعني لم يكن من حدثني كاذبا يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي أن يكون هناك يعني في النفس شيء من هذه العبارة أو كان التابعين أو كان من يروع الصحابة قد يعني أنه يرى أن بعضهم قد يكون في إشكالات له إنما ذكر نفي الصلفة السلبية قد يكون مدحا بل الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن صفات سلبية فنفع عن نفسه الظلم وعن نفس إرادة الظلم وعن نفسه لا تأخذ سنة ولا نوم ونفع عن نفس النسيان والغفلة سبحانه وتعالى فذكر نفي الصفة السلبية عن شخص لا يعني أن غيره أو أنه في الأصل أنه محل تهمها لا إنما كما قالوا هي ليس مقصود بها التزكية وإنما ذكر واقع قال حدث البراء وهو غير القذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحني أو يحنو بمعنى أنه حينما يقول الظلم ليس معنى أنها غير مجزومة لا إنما التقاء الساكنين التقاء الساكنين يكون بإما بالكسر أو بالفات أو بالضم فهذا مثل قالت امرأة العزيز قالتي امرأة العزيز يمكن تقول قالتاء امرأة العزيز أو قالتو فالمقصود التخلص من التقاء الساكنين فالتخلص من القذوب والغالب من الملكسر طبعا وقد ينتخلص بالكسر يتخلص بالفتح يتخلص بالضم لم يحني منا أحد ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجداء هذا بيان دقة الصحابة بذل الله عليهم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو يقول لم يحني منا أحد ظهره طبعا هم راكعين الآن هو البرارة ظهره عنه يحكي حالة الركوع النبي صلى الله عليه وسلم راكع والصحابة راكعون قال لا هو واقفون رافعون من ركوع رافعون من ركوع إذا قال سمع الله لما حمده نعم لم يحني منا أحد ظهره حتى يقع رسول الله ساجدا ثم نقع سجودا المقصود أنك لا ترفع إذا كان الإمام راكع وقال سمع الله المحمد لا ترفع حتى يستتم الإمام قائما فلا ترفع وهو لم يستتم قائما وكذلك السجود حينما تقائم وسجد الإمام لا تسجد حتى يضع الإمام وكما في الروايات وضع أنفه على الأرض حتى يضع الإمام أنفه على الأرض وقال في بعض روايات أن لا نسجد حتى يضع الرسول صلى الله عليه وسلم أنفه على الأرض فهذا هو المطلوب فلا تتعجلوا إلا إذا كان أن تثقي الحركة حينما يكون عاجز أو كبير سن ويحتاج وقت حتى يصل المحسزين وقد يرفع الإمام هذا لا إشكلة لا حرج يعني وأيضا كذلك حينما نقول ذلك نبين الأولى والأفضل مع القدرة وإلا أحيانا قد يشوق على الناس الدقة في الرفع المهم أن لا يتعمد الإنسان أن يسبق ولا أن يقارن كما قلنا في الجلسة الماضية لا تسبق الإمام لا تتعمد مسبقة الإمام ولا تتعمد المقارنة تركع معه لا انتظر إذا ركع اركع لكن إذا تيسر أنك لا تركع حتى يستتم راكعا ويستورك الإركع لكن لا تركع وهو لا يزال في الهوي لم يركع بعد كذلك السجود لا تسجود إلا إذا وضع عنفر الأرض إذا تيسر أما إذا كلا الإمام سريع إلى حد ما أو أنت ثقيل حركة إما عندك داء في الركبة مثلا أو عندك مرض مريض حركتك ثقيلة أو كبير سن فإذا لا ما نعنك يعني حالا ما يركع تركع معه حتى لأنك قد لا تصل إلى الأرض لو هو قد قرب أن يرفع رأسه فالأمر على كل حال تقديري الأمر في هذا تقديري المقصود أنه أنك أنك تجتهد في أن لا طبعا لا يجوز أن تتعمد مسبقة الإمام وحتى أيضا مقارنته إنما تكون بعده قال لم يحلم إنا أحد ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه سمساجدا ثم نقع سجودا طبعا الأولى يقع مفتوحة منصمة بحتى أو المضمرة بعد حتى الثاني مرفوعة لأن السنافية ثم نقع لا ثم نقع حتى نقع لا فهي نقع الثانية مرفوعة نقع الثانية مرفوعة حتى يقع رسول الله صلى الله عليه سجدا ثم نقع سجودا بعده فالحديث يفيد أولا ما كان عليه الصحابة من الحسن الاقتداء والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أيضا تدل على أن المأموم ينبغي أن يراقب الهم في حركته بعينيه أو بطريقة ما بمعنى لا يكتفي بالصوت إلا إذا لا يستطيع إذا كان بعيد في صف الثاني أو في طرف الصف البعيد لا يلتفت وإلا إذا كان قريب من الإمام ينبغي أن ينظر حركة الإمام ويتحرك معه ولهذا في قوله لم يحني من أحد ظهره حتى يقع بأن يشاهدونه أنه سجد ووضع أنفه وجفته على الأرض فإذا كان المصلي قريبا من الإمام في الصف الأول والصف الثاني مثلا وحتى الصف الثالث من خلفه واشترة يراه وهو يتحرك فلا مانع يشاهده ويتعمد مشاهدته حتى ينظر حركاته أما إذا كان بعيد فغالبا يعتمد على الصوت ويعتمد على أيضا حركات إخوانه للمصلين الحديث الخامس عن عبيه غير رسول الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمن فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا أيضا في محكم الإمامة أو الاتمام والمتابة حديث أبي هرير رضا الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمن أمن يعني إذا قال آمين أمن يعني قال آمين بمعنى إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة طبعا الكلام هذا في الجهرية الكلام هذا في الصلاة الجهرية فإذا قال الإمام آمين فأمن هنا لا مانع من مقارنة المأموم مع تأمين الإمام بمعنى يقول آمين وإن كان الفاء هنا قد تفيد التعقيب لكن مقصود لا مانع أن تكون كما يعني عليه الشرح وعليه العلماء أنك تؤمن مع تأمين الإمام حينما يقول الإمام ولا الضالين لما أن تقول آمين مع الإمام فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وعليه يقول إذا أمن الإمام فأمن يعني يقول آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه هذا في عدة فائد أولا أن الإمام يؤمن الإمام يقول آمين وبعض لما يقول أنه لا يقول آمين أن التأمين للمأموم فقط ولكن الحديث صريح في أن الإمام يؤمن فيقول الإمام يقول آمين والمأمومون يقول آمين والأمر الثاني يدل على أيضا ما تجتمل عليه الفاتحة ويسر هذه السورة العظيمة من يعني دعاء عظيم وتعرفون أن فضل الفاتحة عظيم وأن هي سبع المثاني وأن حتى قالوا تنتظم أحكام الإسلام كلها وتنتظم معاني القرآن كلها لأن ثناء وعبادة ودعاء واستقامة واجتنام طريق الظلين والموضوع عليهم هذا هو الدين توحيد وعبادة وسلوك الطريق المستقيم واجتنام طريق المخالفين هذا هو الدين كله ثم الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوع عليهم ولا الظالم فهو دعاء العظيم ولهذا شرع فيه هذا التأمين والتأمين الجماعي ما يدل على يعني عظم هذا الدعاء والفضل العظيم لمن يعني استجاب الله دعاءه وتأمينه ولهذا قال فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة هذا يدل على أن الملائكة أيضا يؤمنون وأيضا هذا الفضل العظيم غوفر له ما تقدم من ذنبك كل ما تقدم من ذنبك مغفور كله من هذه السورة العظيم وهذا العمل اليسير يا أخواني هذا التأمين عمل يسير وعليه هذا الفضل العظيم ما ينبغي سيعتني ولا يكلفه شيئا وإنما يجتهد في أن يؤدي عبادته على أحسن وجه ولهذا الدعاء المسلم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فاجتهدوا في تحري حسن العبادة ليس فقط الكمية أو الكثرة لا المهم الإحسان حسن العبادة عبادة فيها مطمئن مستوفي أركانها شروطها وعجباتها مجتنبا عن منهياتها ومقرهاتها إلى خليم وأنت في سمت وهدوء وسكينة وعلى أحسن نهاية وعلى طهار إلى خليم كل ما تتطلبه العبادة من آداب حاول أن تستجمعها ناهيك طبعا بالحفظ على الحلال والبعد على العرام إلى آخرين كل هذا مجموعه يقودك إلى حسن العبادة ولهذا المطلوب الإحسان الله عز وجل يقول ليبلوكم أيكم أحسن عمل ولم يقول أكثر المقصود الإتقان والإحسان والإتيام بشيء على وجهه وعلى السنة وعلى ما جاء في الكتاب والسنة فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدى من ذنبه طبعاً كما قلنا أن الموافق أن الموافقة تأمينه بما أن موافقه في الزمن والوقف والوقت بمعنى طبعاً الموافقة لها احتمالان احتمال الموافقة الظاهرية وهي يقول لا موافقة الزمن وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمن بمعنى قالوا آمين مع تأمين الملائكة وقيل موافقها من حيث الإحسان الملائكة كما تعلمون الله أثنى عليهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويحبونه ويمروا وقال يخافون ربهم من فوقهم فهم على درجة الكمال في التعبد خشوع وخوف وطاعة واستجابة فيحتمل أن الموافقة الزمنية ولقطة الآنية محتمال موافقة في الهيئة من حيث الخشوع والخوف وإحسان العبادة لكن الذي يظهر لا الذي يظهر المعنى الأول وهو الموافقة الزمنية الموافقة الزمنية كما قلنا من فوائد الحديث أن الإمام يؤمن إذا أمن دل على أن الإمام يؤمن يقول آمين التأمين مشروع للإمام والمأموم والمنفرد مشروع للإمام والمأموم والمنفرد وأيضا ندل على فضيلة التأمين فضيلة قول آمين لماذا؟ لأن من وافق تأمينه تأمين الملاك غفر له ما تقدم من ذنبه وأيضا التأمين يجهر به يجهر به بعض العلماء لا يرى أدل الحال فيه لا يرى أدل به لكن هذا يدل عليه لماذا؟ لأن إذا أمن الإمام فدل على أن الإمام مسموع صوته لو كان سر لماذا سمعوا الناس فهو صوت مسموع فيدل على أن التأمين يجهر به التأمين يجهر به كذلك أيضا الحرص على تحري مشابهة الملائكة تحري مشابهة الملائكة وموافقة الملائكة سواء كما قلنا في الزمن أو حتى في الكيف واللهيئة من حيث الخشوع والخوف وحسن العبادة وحسن الطاعة والذلو والتدلل لله عز وجل أيضا كما قلنا يدل على الأحلي يدل على كرم الله عز وجل بفضله حيث أنه رتب هذا الجزاء العظيم على هذا العمل يسير بمعنى أنه من وافق وغفر له ما تقدم من ذلك وينك علم يقول المقصود الصغائر المقصود الصغائر ومالكبائر فلابد من التوبة منها الكبائر لا بد فيها من التوبة نعم الحديث السادس عن عبيب غيرت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للنات فليخفف فإن فيهم الدعيف والسقيم وذلحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطو ما شاء وما في معناه من حديث أبي مسعود العنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة السبح من أجل فلان مما يطيل بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غذب في موعدة قط أشد مما غذب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذلحاجة أيضا هذان الحديثان في بيان شيء من أحكام الإمامة تتعلق بالإمام السابقة أغلبها في تتعلق بالمأموم ومتابعة المأموم للإمام متابعة المأموم للإمام هذا لا يتعلق ب رفق الإمام بالمأممين رفق الإمام بالمأممين فالحديث الأول حديث أبي هريرة فقال الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم وذلحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء وهذا قاعدة ظاهرة وبين وهذا أيضا هذا هو هذا هو شأن أحكام الإسلام فأحكام الإسلام كلها رفق وكلها مقصود بها الرفق بالناس والعباد والامتثال والطاعة على قدر الاستطاعة فأولا الضعيف فإن الضعيف المقصود به ضعيف الخلقة الضعيف ضعيف الخلقة اللي لا يستطيع المتابعة أو يشقوا عليه لقيام يشقوا عليه يطارة الصلاة يشقوا عليه إلى آخره فهو ضعف خلقة ضعيف بنيا قد يكون إعاقة عنده أشياء بمعنى أشياء ملازمة ضعف ملازم إما هزال وإما إعاقك بقلنا وإما ضعف بنيا إلى آخره السقيم المريض إذا عندنا ضعيف وعندنا مريض وذو الحاجة والحاجة هذه حاجة دنيوية فالإمام المصلي بالناس غالبا غالبا لابد أغلب الثلاثة موجودة في المصلي أغلب المساجد لابد فيه مضعيف لابد فيه مريض ولاابد فيه ذو حاجة ذو الحاجة هو مشغول إما في تجارة وإما في بيته وإما مشغول بمريض مشغول بمهم عندما تسفر إلى آخره هذه كلها هذه كلها تراعى ولا ينبغي الإمام يقول لا يأتي أحد يقول إلا متفرغ ما يتفرأ مش أسأل الإسلام يقدر كل من يشغل هذه وليما هم فاضي لا يجينا ما صحيح المقصود جلب الناس للصلاة وجلب الناس لمسجد ولهذا ترى أحوالهم الضعيف لا تقول أنت رفع الله عنك الحرج جاء وفعلا وإذا كان أبو مسعود يقول في صلاة الجماعة رأيتنا وإن الرجل يتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف هم يتون ويحرصون على الصلاة في الجماعة على مرضهم وعلى ضعفهم وهذا ولمسلم وينبغي المسلم كذلك إلا إذا شق عليه الحمد لله لا شك أنه ليس مطالبا إذا كان مريضا أو كان عنده عذره لكن إذا حذر يقدر عذره إذا حذر ينبغي للإمام أن يقدر عذره لا يقول لا أنت مريض خليك في البيت لا تجي هذا ما صحيح وسوف يدفل الكلام على الصغير بعد إذا ينبغي وخاصة يا إخواني الخطاب هذا للأئمة الآئمة ينبغي أن يرفقوا بالناس وأن يحببوا إليهم الصلاة ويحببوا ويحببوا إليهم صلاة الجماعة ويحضروا للمساجد لأن كما قلنا الدين دين ألفة وديدنا حيصوا جدا على جمع القلوب وإبعاد كل ما يؤدي إلى النفرة أو يؤدي إلى التثاقل أن يجلس المسلم مع إخوانه كل هذا ينبغي قدر المكان إبعاده ولذلك قال فليخف فإن فيهم الضعيف والسقيم ولا الحاجة كما قلنا الضعيف هو الضعيف البنية والخلقة أو عنده إعاقات يعني تجعله ثقيل حركة ونحو ذلك أو يصعب عليه بمعنى لا يستطيع أن يجاري الأصحة والسقيم المريض مرض مؤقت غالبا وذو الحاجة هو المشغول وحاجات الناس لا تنقضي وأنمعها لا ينتهي وكل هذا مقدر حاجة في سفر حاجة في تجارة حاجة في يلاحظ مريض حاجة عنده في أهل بيته في والديه في أبنائه في أخواته في من حوله حتى في صديقه فذو الحاجة يقدر ولا 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 تستطيع أن تقول أن صحف حاجة أتمنى لا إنما قطعا أن كل الذي خلفك الذي صلوه خلفك إما صحيح لا علة فيه وإما ضعيف يعني عنده إعاقات وإما مريض وإما ضعه حاجة أربعة وغالبا ما فيه مسجد يخلو من هذا ما يمس حتى لو كان عشرة الغالب وخاصة ذو الحاجة الحاجة من الدين وهذا يدل على كمال هذا الدين وعلى ذو المراعاة أحوال الناس وأن المقصود تحبيب الناس لله وتحبيب العبادة وتحبيبهم لأن يجتمعوا وأن يتلفوا إذا سلّى أحدكم للناس فليخفف طبعا مطلوب كما قلنا الرذق المصلين التخفيف التخفيف والإطالة أمران نسبيان يعني في العادات وفي مقادير العبادات والضابط السنة الضابط حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه إطالة قرب العراف قرب البقرة لكن هذه قد يقال إما أنه يعني راعى حالهم وكانوا يحبون الإطالة وهذا كذلك إذا كان جماعة مسجد يرهبون إطالة أقل إذا كانوا فعلا يحبون قد تكون أنت قناعتك جميلة وقد تكون أنت أيضا محبوب لأن حيانا يا أخواني إذا الجماعة حبوا الإمام ما يستثقلوا صلاته إذا حبوه وهو وصال إلفه ما يستثقلوا أما إذا كان شرس أو إذا كان غليظ أو إذا كان غير منضبط أو إذا كان يعني كثير اللوم والتشكي وكثير التقريع لجماعاته هذا ما يمع لسه هذا من أخلاقي المسلم عموما والقائد خاصة الإمام قائد أما إذا كان مسجمين وربو الإطالة ما فيش كان وإذا قرأ أرزه بالطور وقرأ بسورة قهف وقرأ بالأشهاد وقرأ بالأعراف وقرأ بالبقرة لكن هذه ترجع إلى الأحوال وإلى قال المعاذق ربي سبح وشسوح وضحاها وإلى آخر من المقصة المفصل على كل حال كما قلنا الإطالة النسبية الإطالة النسبية هو يبغي نسان أن يرعي المهمين التخفيف نوعان التخفيف نوعان تخفيف دائم وهو الذي تدعي للأحاديث وهو وفيه تخفيف عارض تخفيف عارض تخفيف عارض هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها فأسمع بك الصبي فأتجوز في صلاة كراهية أن أشق على أمه وفيه الرواية أن تفتثن أمه هذا هذا عجيب يا أخواني عجيب في في الدرس العظيم الذي يبينه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول أدخل في الصلاة أريد أن أطيل فأسمع مقاصبي فأخفف مخافة أن أشق على أمي أو أن تتعب قارن هذا مع أولاً الإمام الإمام في الوقت الحاضر أو في غير الوقت الحاضر أو حتى الجماعة المصلي لو أن أحد المصليين أتى بطفله وأجلسه قد يكون طفل صغير يمكن أن الطفل هذا ما يصح الذي في الحديث جاءت به أمه أكيد صغير لن يبكي ببعاً أنه يقلك رضيع وتتبي فأشوف الناس لو أن أحداً أتى بطفله ووضعه في الصف ثم بكى الصبي أو سوء وبعد حركات الناس كلها تتبرم وكلها تنظر إلى أبيه نظرات شزر واستنكار قارن هذا وبين قول النبي صلى الله ما حافظه أن أشق على أمه أو حتى الإمام يذهب واللي يجي لا يجيب أطفاله معه لا يجيب بزران معه هذا ما صحيح غالباً ما أتى به إلا لظرف البيت ما في أحد أمه غير موجودة أمه مريضة أمه فيها كذا ما أتى به عبثاً هو أتى به فعلاً لظرفه معين لا يمكن يأتي بطفل رضيع أو صغير طبعاً لم يميز إلا لظرفه معين في بيته إما أمه ما عنده أم أو أمه مريضة أو أمه ذهبت لتمرض أمها أو والديها أو ذهبت لأي لأي سبب فاحتاج أي سببه فأنت لا تلمه بالتأكيد له عذر فنبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن أشق على أمه مثله حقيقة الجوال أخوك المصلي جواله أو أن الله في جيبه رن طبعاً ولا يرغب نسي نسي أن يقفي له كلنا نعلم الغالب قطعاً أنه لم يتعمد عدم إغلاقه كل مصلي يقول 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 جوالاته كله وهذا رجل يقول هذه المرة نسي فإذا رن الصوت الهاتف كل الناس تنظر شزراً والتي يقول يا جماعة للجبل طفوا جوالاتكم ما ينبغي يا أخي هو أنت أنت تنظر وهو يغلقه تجد مساكن مضطرب خجلاً منكم فينبغي مراعاة المأمومين فهو لم يتعمد فتح جواله أو جواله وإنما يعني نسي فلا ينبغي ولهذا يا أخواني جماعة المسجد للإلف والمحبة لأن نفر فحينما يشهر أن إخوانه يحبونه ويقدرونه ويقدرون ظرفه ولم يبدو أي اعتراض وأي امتعاض هذا المطلوب أما أنه كلنا نستنظر إليه شذراً هذا مصحي ولا ينبغي لا في الأطفال ولا في الأشياء التي تصدر من المصلي من غير قصد سواء هاتف وغير هاتف إلى آخر فنبقنا صلى الله وعليه يعلمنا أن نرعي المريض والضعيف وذل حاجة والأم والصبي وهذا يخواني ليس قد في الصلاة ينبغي في كل شأننا لا نحاول أبداً أن نلوم إنسان مثلاً أتى فعلاً بشيء لا يتبه عادةً أتى بصبيه عند الضيوف ما أتى به إليه ظرفه معين أكيد ولولا وقد يكون ليس له ظرفه معين نحمله على ذلك ونسكت لا داعي أن فعلاً نشوش اللهم وإذا كان يأتي به كثيراً كثيراً قد يقال له لكن مرة أو مرتين أو حتى ظرفه معين لا ينبغي أن نفترض الأسوأ بل أكس نفترض العذر ونقدر ونظهر ونظهر القبول والرضا والتقدير وأنك يعني ما فعلت ذلك إلا لسبب نعتقد أنه وجه المقصود أن مطلوب من الإمام أن يخفف كما قلنا وقلنا التخفيف نوعان التخفيف الملازم واللازم والتخفيف العالي وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء نعم صلى نفسك أطل بل أحسن قد يكون الرسول صلى الله وعلم يصلي من ذلك حتى تفطرت قدمه عليه الصلاة والسلام فأصل نفسه أطل فأنت بتضيل وأحيانا وقوم لله قانثين كي لأن قائمين طول القيام قيل إن القوت هنا هو طول القيام وقيل غير ذلك فلسأ إذا صلى نفسه فليطل سجودا رقوعا قياما إلى آخر وعنى بمسجد الأنصاري رضي الله عنه الأنصاري البدري هذا معروف البدري طبعا بدري ليس لأنه حضر بدرا لأنه سكن بدرا ولم أبو مسعود هذا ليس عبد الله مسعود لا هذا أنصاري مسعود هدلي مسعود من المهاجرين الصحابي الجليل عبد الله مسعود هدلي من المهاجرين مكة هذا مسعود أنصاري البدري بدري لم يحضر بدرا هو إنما لنسك في بدرا من سكان بدرا قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطل بنا طبعا هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه يشكو إمامه كلام ما أصلي طول فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين شوف منفرين فالمسجد لجمع الناس لا لتنفيري فغضب شديدا لا تطل اجذب الناس يا أيها الناس إن منكم منفرين أيضا هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم ما قال يا فلان الشاكي سماه مما يطل بنا من أجل فلان طبعا أعرف والمحدث ما ينذكر نسبه وحين قد عرفونه لكن ما يذكرونه من الأدب أيضا لكن الرجل يعرف والرسول يعرف ولم يقول يا فلان أنت منفر قال إن منكم منفرين بمعنى هذا من الأدب بمعنى لم يذكر اسم المعاتب الذي يعاتبه وهذا من هد الإسلام الرسول يقول ما باله أقوام ما يذكر اسمه وهو يعرف أنه هو المقصود ولهذا قدر الإمكان لا تذكر الأسماء حينما تعظ أو تتكلم أو كذا وكما يعبر معاصلون لا تشخص الموضوع لا يكون شخصنا خليك موضوع وهذا صحيح قال الموضوع للمقصود الموضوع وليس المقصود الأشخاص الأشخاص إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز يعني فليخفر فإن وراءه الكبير يعني الرجل الكبير غالبا يصير ثقيد حركة كبير يعني كبير سن وكبير السن تذخل حركته و يعني يشكو ركبا يشكو ظهرا يشكو يعني ثقل حركة الله عز وجل يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد طفقه ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيفا الله مستعد فالمقصود أن الكبير يثق حركته فيرأيه الإمام والصغير هنا الصغير والصغير راعى وبخاصة كما قلنا في مجلسة المرأة والضعيف في الحديث السابق اللي هو الضعيف الخلقة والمريض ولا الحاجة وعيضة في حديث كان معاد اللي جاء كان الطال فقال أفتان يا معاد أفتان يا معاد فغضب أن يوصل عليه هذا ما يمكن أن يقال في هذا المضوع صلى الله على محمد وعلي وصحب يوسف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر